انطلقت اليوم في دبي الدورة العاشرة من المنتدى الاقتصادية الإسلامية العالمية وصناعة التمويل الإسلامي تزدهر مع تحول مؤسسات مالية عالمية عريقة غربية إلى طرح أدوات تمويل إسلامي وبشكل خاص السكوك تجمع تقديرات الشركات المتخصصة أن حجم أصول الصيرفة الإسلامية بلغ نحو تريليوني دولار بنهاية العام 2013 وقد نمت أصول صناعة التمويل الإسلامي بمعدل 17% بين الأعوام 2009 و2013 أي خلال الفترة التي اشتدت فيها الأزمة المالية العالمية القطاع المصرفي يسيطر على صناعة التمويل الإسلامي بنسبة 80% أي نحو تريليون ونصف تريليون دولار بينما تمثل السكوك ما نسبته 15% أو ما يعادل 286 مليون دولار وفي ظل تزايد الطلب على إصدارات السكوك من المتوقع بحسب مصارف إسلامية في الخليج أن يرتفع حجم السكوك المتداولة في 2015 إلى 600 مليار دولار والسكوك هي أبرز أداة تمويل مثيرة للاهتمام في قطاع التمويل الإسلامي فقد أصبحت مؤسسات مالية غربية نشطة بهذه السوق ومنذ بداية العام تم إصدار سكوك في لندن ولكسنبورغ وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ مؤسسة ستاندرد أند بورس قالت مؤخرا إن حجم الإصدارات العالمية من السكوك بلغ 88 مليارا و400 مليون دولار في العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإصدارات هذا العام إلى 100 مليار دولار تتركز الأصول المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 45% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية عالميا بينما تمثل حصة دول مجلس التعاون الخليجي 37% من إجمالي هذه الأصول خبراء هذا القطاع يفسرون اهتمام المراكز المالية الغربية بهذا النوع من الأدوات بقلة المخاطر مقارنة بأدوات التمويل التقليدية التي تسببت في سلسلة من الفقاعات آخرها كانت فقاعة الرهن العقري في الولايات المتحدة بنهاية 2007 التي انطلقت منها شرارة الأزمة المالية العالمية في العام التالي